أول حاجة أنا كنت بقول أنه سوموتومو اليابانية وده برضو خارج من مناقشة عملناها سريعة كده هي واحدة من أكبر الشركات الصناعية على مستوى العالم وأكبر شركة بتشتغل في المجال ده على مستوى العالم صحي كده؟ دي حقيقة سوموتومو عموما هي سابع أكبر كانت اقتصادي في العالم بيشتغل في مجالات اقتصادية متعددة من دمن الأنشطة بتاعة الشركة قطاع اسمه قطاع الأوتومودوف اندستري متخصص في السيارات وفي الصناعات المغزية للسيارات داخل القطاع ده فيه شركة ضخمة جدا اسمها سوموتومو ويرن ساستم شركة بينية وتحت الشركة دي فيه شركات كتير عابرة للقارات تقريبا في كل دول العالم ما فيهش دولة في العالم مفهاش سوموتومو احنا في سوموتومو ايجيبت نتبع مباشرة لسوموتومو يوروب اللي هي موجودة في مركز الرئيسة بتاعها في انجلترا وهي مسؤولة عن كل صناعة الضفائر الكهربائية أو الصناعات المغزية للسيارات فيما يخص دفائر الكهربائية اللي بتروح لاوروبا والامريكا طيب عشان يبقى فاهم مظبوط ان سقف تفاؤلي كده عمالي ارتفع احنا مذكرة التفاهم دي بتقول ان احنا هنصنع هنا علشان ان شاء الله هنلاقي نفسنا بنصدر ما يصنع في الداخل المصري الى اصدقائنا في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية لا ده انت لازل تفاهم متفاعل اكتر من كده سقف التفاهم يعلى احنا بنصدر بالفعل بان خمس ست سنين احنا اولا اكبر اكبر شركة مصدرة في جمهورية مصر عربية على مدار الى ثلاث سنين الاخر كمان شركة منطقة حرة مصدرة احنا دلوقتي موجودين في مصر حوالي عشر تلاف فرصة عمل مباشرة داخل مصانعنا والفين فرصة عمل غير مباشرة للصناعات اللي بتخدم علينا احنا بنصدر الانجلترا وفرنسا وايطاليا وتركيا وايطاليا وروسيا وشمال امريكا طيب انا كده عندي حدوتين اهم من بعض حدوتة منهم هي حدوتة سوميتومو في مصر دي بدأت من امتى وازاي وليه مصر وده شيء مهم بالنسبة لي جدا والحدوتة التانية هي حدوت المهندس احمد مجدي كيف اصبح عضوا منتدبا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لهذه الشركة شديدة الضخام الحمد لله رب العمين طيب انا اقول الجزء الاول الحقيقة انه في الفترة من 2005-2010 المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الوقت ده بدأوا يشتغلوا بشكل منظم ويتارجته بصرف النظر بقى احنا متفقين على الحجبة دي ولا لا لكن الملف الاقتصادي بدأوا يحطوا تارجتس احنا عايزين نشتغل ازاي فاحنا هنبدأ نحط اكبر مئة شركة في العالم نستهدفهم انه هما يجوا مصر بشرط ان الشركات دي يكون بتصدر عشان احنا عايزين نعمل توازن في العملة الصعبة رقم اثنين انها تكون كسيفة العمالة رقم ثلاثة انها تكون ما بتسحبش طاقة كتير ما بتعتمدش على الطاقة بتعتمد على البشر رقم اربعة انها كمان تكون جيرين انفيرومنت ما لهاش عائد او مخلفات ممكن تؤثر على البيئة واحدة من الشركات دي كانت شركة سوموتوم في هذا الوقت وزير الاستثمار ووزير التجارة راحوا قابلوا الشركة في انجلترا وعرضوا عليهم الاستثمار في مصر بالتنصيق مع السفارة المصرية في انجلترا وعرضوا عليهم الاستثمار في مصر والحقيقة انه قدمت للشركة دعية الشركة الناتيجة مصر وزاروا اكتر من محافظة ولاقوا ان مصر كموقع وكانفرستركشار في الوقت ده كانت منافسة جدا وخصوصا انه العالم يعاني من نقص شديد سواء في الاراضي المتوفرة عشان تعمل عليها مصانع او في القوى البشرية ودي صناعة كثيفة العمالة فاخدوا القرار في 2008 انه هما ينشؤوا اول شركة داخل جمهورية مصر العربية انشأت الشركة فعلا بدعم غير مسبوك من اهل العمل الاستثمار ومحافظ برسعيد في ذلك الوقت لكن كانت طبعا على ورق انشأنا الشركة اسسنا الشركة اليابانيين بياخدوا وقتهم في التخطيط وفهم الامور ودراسة الامور على الارض الواقع قبل ما بيحطوا رجلهم عبان ما وصلنا لمرحظة ان احنا نبدأ في الكنستركشن بتاع انشاء اول مصنع وده كان تقريبا في 2010 كان بداية الامور السياسية في مصر تتوتر دخلنا 2011 في الربع الاول من 2011 كنا انتهينا من بناء اول مصنع في محافظة برسعيد وقامت الثورة للأسف عدنا زي ما نكون كنا انا دايما بشبه الفترة دي من 2011 ل2013 كنا كلنا رجبين في طيارة والطيارة ماشي وماشي بسرعة خوية جدا والطيارة واعد بينا فكان نظريا المفروض احنا ما نقومش تاني حصل تعطل من 2011 ل2013 لغاية 30 ستة في الفترة دي طبعا كنا بنرائب يوميا طبعا بشكل يومي التطور الوضع الامني الوضع الاقتصادي الوضع السياسي عشان نوصل لمرحلة الاستقرار اللي ساعتها يقدر المستثمر الابنبي ياخد قرار بانه ادخ فلوس او مدخش فلوس جو ارنوت جو جو ارنوت جو فكان معظم الشركات اللي كانت بتشتغل جوه مصر كان ما بين امرين حجم الاتنين يا الا اخرج تماما وفورا وخروج سريع وده كلنا عنينا منه كمصريين او اجمد لا سلم لا حرب الوضع يبقى كما هو عليه مش هنشتغل هنحافظ بس على الكهين اللي موجود لغاية لما نشوف لان مصر دولة مهمة مهمة اللي بقى موجودين فيها بس لما تبقى الدولة مستقرة من بعد تلاتين ستة مباشرة واحد سبعة بدأت الشركة تقول اه لأ احنا كده شايفين ان البلد ماشية في اتجاه انه هتاخد خطوات سابتة لو جيت بسيت على الشركة من واحد سبعة الفين وثلاثتاشر لغاية الفين وثلاثتاشر كنا بننمو من تلتمية ربعمية عامل لغاية تلات تلاف عامل ومواصر يعني حتى اصدقائنا في اليابان كان عندهم تفاؤل ايجابي مدروس بسبب تلاتين ستة وللامنة يعني هم اصروا على استمرار وجود الشركة في بصر سواء اليابان الشركة الام في اليابان او في انجلترا كان قرار الاستراتيجي هو الاسرار على تواجد الشركة في بصر لغاية لما الامور تستخر في الفترة من الفين وثلاثتاشر يوليو لغاية نهاية الفين وخمستاشر كان يوميا بيحصل قياس عدد العمليات الارهابية اللي بتحصل الاستقرار الطرق قدرتنا على الوصول للمواني عشان نقدر نحرك البضاعة بتاعتنا والمواد الخام بتاعتنا والمنتج النهاي بتاعنا لانه متنساش ان المنتج بتاعك ده بيطلع علشان يركب في عربية في بلد تانية فانت مهم جدا انك تتأكد ان سلسلة الامداد بتاعك او سلسلة الامداد بتاعك ما بين الوارد من مستلزمات انتاج والصدر بتاعي في منتج النهائي اللي انا عاز اودي بيطلع لا يتأثر لانه لحظة ما هيتأثر مش هتقدر تودي الحاوية بتاعتك للمين عشان تتصدر المصنع المقابل ليك في فرنسا او في انجلترا هيتوقف وده اللي هو ما اقدرش عليه عادنا نرائب ستيب باي ستيب كانت الامور بتحرك لقدام والناس يعني حطوا ثقة كبيرة فربنا سوحات على سمبه في البلد سمبه في الناس اللي بتشتغل وقدرنا نوصل ان احنا نملى مصنع برسعيد بالكامل في نهاية 2015 عدينا من مراحل كتيرة جدا وبدأنا نكسب ثقة والناس بدأت تحط ثقتها في قدرة الموظفين بتاعنا انبهروا بقدراتهم الفنية انبهروا بانهم عارفين يلقطوا بسرعة اللغة عارفين يلقطوا بسرعة طريقة الانتاج وازاي حافظ على جاودة عالمية لان المنتج ده في الاخر هيركب في عربية حراك هتمشي بيها في الشارع تجي دوسف رامل لازم دوسف رامل معاك لازم الفنكشن بتاعه يبقى بالمستوى العالمي فقدرنا نحصل على ده بفضل الله الثقة دي وكانت الخطوة اللي بعد كده لا احنا جهزين يا جماعة ان احنا ناخد خطوة تانية مجموعة عوامل كلها بتتحرك مع بعض مشاريع قومية بتعمل طرق بتعمل ثبات امني بتعمل نمو اقتصادي واصلاح اقتصادي لا البلد دي جاهزة انها تاخد اكتر من كده في يناير 2017 مصنع الجديد في 6 اكتوبر وقفة ارجوك